موسيقى الأخوة والخوات الكرام الحلقة اليوم عدنا عن طرق دمج ألوان الجهنمية بالتطعيم والعقل التطعيم بأنواعه يعتبر أساس رئيسي لسلسلة الأمن الغذائي في الأشجار ذات الإنتاجية أو الزينة ذات الطابع الجمالي أو القيمة التجارية واختيار الأفضل في الإنتاجية والمقاوم في ظل المستجدات المناخية على التوازن البيئي طبقة الكام بيوم الخلايا الحية وهي تقع تحت اللحاء مباشرة وظيفتها إنتاج خلايا نقل جديدة وهي المولد والمسؤولة عن تكوين نسيج الالتحام بين الطعم والأصل والجروح الحاصلة دمج الألوان بالعقل حسب أجواء البحرين الطبيعية تحت ظلال الأشجار أو الفي بدون محمية هذي حق اللي ما عنده مكان مخصص من 15 سبتمبر وشهر اكتوبر ونوفمبر في بوكسات الخشب أو أي معون تراه مناسب لك نجيب مجموعة من العقل من أشجار مختلفة سليمة وغسلهم بالماء نحزمهم بالربرباند وضع كيس نايلون وتلف في التاب وتتأكد بعدم دخول الهوى وتغرسهم ممكن تستخدم هرمون التجذير أو بدونه بعد 8 إلى 10 أيام بتظهر النموات وبعد 5 أيام من ظهورها تعمل فتحة صغيرة في الكيس وبعد التأكد من اكتمال التوريق تفتح الكيس من الأعلى بالكامل بالنسبة للعقل الكبيرة تضع عليهم الواكس الشامع متوفر في السوق لوكود أو الشمعة بهذه الطريقة وبعد شهرين تنقلهم إلى الأصص أو الأرض المستديمة هذا لين غرسناهم في أصيص بلاستيك وهذا التجذير أمامكم والآن ننقلهم إلى أصيص آخر وبتصير عندك شجرة 2-in-1 3-in-1 6-in-1 من المشاكل اللي تحدث في هذه الطريقة بعضهم نشط هذا وصل 40 سنتي والثاني بدأ يورق والثالث خامل والبعض يفشل في التوريق مثل هذلين دمج الألوان على عقل بها فروع شهر نوفمبر عدنا في البحرين ممتاز للتطعيم وكل واحد على حسب أجواء بلده نحضر أعواد التطعيم من أشجار متنوعة الألوان من القمة النامية طرية ما يكون لين يابس شوي ونضعهم في طاسة بها نعمل شق بهذه الطريقة الآن نزيل الأوراق والقنابات نبري العود من الجهتين وضع قلم التطعيم داخل الشق على أحد الأجناب أو ممكن اثنين ولفه بالتيب وتغطيته بكيس النايلون ونلف عليه الطيب لمنع دخول الرطوبة والهواء من الخارج ووضع الشام على أماكن القط والجروح وغرس في بوكس الخشب الآن بعد عشرين يوم بنفتح الكيس على أساس تشوفون التوريق والنمو لازم أرجع الكيس عليه إلى الوقت المناسب لتجذير العقل المطعم عليها أو كثافة التوريق التطعيم على العساليج لغصان الطرية نحضر أعواد من القمة النامية نفس ما سبق ذكره قطع العساليج الأصل بارتفاع خمسة عشر سنتي عامل الشق في الأصل خاص أوراق العود قشطه من الجهتين ووضعه في الشق ولفه بالتيب وتغطيه بكيس النايلون وتلفه بالتيب ووضع كيس القرطاص عليه بعد عشرين يوم نعمل ثقوب في الكيس للتخفيف من درجة الرطوبة الآن بنفتح التيب وبنشوف طبقة الكامبيوم هل ولدت خلايا الالتحام نعم نمو الطعم مستمر ونرجع التيب عليه والأمور طيبة بعون الله وما بيصير فيه أي شيء وبعد ثمانة شهور إلى سنة ممكن تنزع التيب من عليه التطعيم باللاصق من أسهل الطرق وأنجحها لازم يكون فيه تطابق من حيث الحجم بين الطعم والأصل الآن نركبهم على بعض ونلفهم بالتيب بأحكام ونغطيه بكيس النايلون والقرطاص حسب ما سبق ذكره الآن يوسف يفتح الطعم بعد خمسة وعشرين يوم بطريقة اللاصق هذا يا أخوان نسيج الالتحام من الخلايا الحية الكامبيوم صنع الله بالدلالة القائمة ونرجع التيب عليه سبحان من علمه سابق يا أبصر الناظرين التطعيم بالأفرع المتجاورة من شجرة إلى أخرى نقوم بعمل حفرة في الأصل بحجم الفرع وقشط الفرع بالحجم المناسب في الأصل وربطه بالتوستاي ويكون بالضبط داخل الحفرة ونلفه بالتيب وبعد مدة هذه خلال الالتحام أمامكم تكونت وترجع للتوستاي والتيب وما تشيله اللعقه بعشرة شهور إلى سنة احتياطا التطعيم بالقلم هذه جهنمية عمرها سبع سنوات طعامناها بعدد من الألوان المختلفة مكررة النوع المفرد وإعدادها للتصميم التأملي أو البونساي التاريخ 1-11-2020 نعمل شق في الأصل بهذه الطريقة ونبري القلم من الجهتين من الأعلى إلى الأسفل والأسفل يكون من 1 إلى 2 ملي ونضع القلم داخل الشق ونلفه بالتيب بأحكام ونضع الكيس عليه ونلفه بالتيب ونضع عليه كيس القرطاس بعد اسبوعين بدأ التوريق وبالتوالي مع زيادة عدد الأوراق نعمل ثقوب في كيس النايلو وبتاريخ 1-21-11 وبالتتابع نقوم بنزع الكيس إلى جهزية الكل كل أقلام التطعيم اللي ركبناها نجحت ما عدا هذا فشل في التوريق نشوف السبب نشيل التب هذه خلايا الاتحام تكونت على الجارة وهو متخالخل السبب ركبناه بالمقلوب وسحتناه من جهة واحدة وقت التطعيم الأفضل عمل نشان على أقلام التطعيم من الأسفل القاطع يكون مسطح ومن الأعلى القاطع بميل مع الملاحظة بإزالة كل النموات اللي تظهر على الأصل جلع على أساس التغذية تروح إلى الطعوم أقلام التطعيم على هذه الجهنمية هي خشبية والشبه خشبية وأعواد الطرية تابعيننا بيظهر الله وجوهكم نلتقي في حلقات قادمة عن الزرع موسيقى موسيقى